عارفة كيس جوز الهند اللي في درجة تلاجة من رمضان اللي فات ومش عارفة تعملي بي ايه هتي وتعالي نعمل صنية بسيما انما ايه مفيش احلى من كده مستحيل تفكري تشتريها من بره لان احنا هنعملها احلى من بره طريقة وده يبقى ومستوياتة سوية ومزبوطة والطع مفيش احلى من كده والطريقة كمان سهلة جدا يلا بينا نشوفها والاول كده باسم الله هنحتاج لكوباية ونص جوز هند ممكن تخليهم كوبايتين ممكن تخليهم تلاتة لكن الكيس اللي عندي كان كل المقدار اللي فيه كوباية ونص بالزبط بعد كده هنحط عليهم نص كوباية دقيقة ونص كوباية سكر ونص معلقة صغيرة مليانة بيكنج بودر ورشة ملح بسيطة حبا صغيرين كده على طرف المعلقة ومعنا المكون بقى اللي هيزبط الوصفة ويخليها احلى من اللي بتشتريها من عند الحلواني نص معلقة صغيرة بودرة جوز الهند وهي دي اللي هتدينا طعم وريحة بشكل فضيع لان مهما نحطيتي جوز هند في الوصفة مش هتديك التست ده بتاع الطعم والريحة بعد كده هنقلبهم مع بعض وننزل بنص كوباية لبن ونبتدي نقلب المكونات كلها مع بعض بودرة جوز الهند بتجيبيها من عند العطار وتقدر تشتري كمية صغيرة او بخمسة جنيه او بعشرة جنيه وممكن تلاقيها عند محل خامات الحلواني طب احنا هنا حطينا اللبن مع جوز الهند ولدي احنا عايزين جوز الهند يتشرب اللبن ويطرب علي دركينه كده سواني على جنب بعد ما قلبناه ونجيب طبق تاني ننزل فيه بكوباية دقيق سميد اللي هو دقيق الباز بوزة وعليه تلت كوباية سامنة السامنة انا طلعتها من البرتمان كده زي ما هي ويفضل انت تستخدميها كده لو السامنة صيحة معاك ما فيش مشكلة عايلي تلت كوباية ولو حابة البسيمة تكون دسمة شوية ممكن تحطي نص كوباية هنا بقى هنبس ونقلب كويس قوي عايزين حبيبات دقيق السميد تتشرب السامنة حلوة قوي ممكن تبس بيديكي او تقلب كويس بالمعلقة بعد ما نقلب ونخلص ونبس الديق حلوة قوي في السامنة ننزل به على الخليط اللي حضرنا الاول هنلاحظ هنا ان جوز الهند يشرب اللبن والخليط معايا بقى متماسك شوية نقلب كل المكونات مع بعض بس هنا هنقلب تقليب بسيط مش هنبالغ في التقليب خالص ولا هنعجل تقليب بسيط هنلاحظ ان الخليط معايا مرمل شوية مش سايل نبتدي ننزله في صنية مقاس 26 المقدار ده ينفع لصنية 26 او 28 لو حطتيها في صنية مقاس 30 البسيمة معاك هتبقى رؤيا قوي نسويها ونعمل وش بتاعها وبعد كده هندخالها فرن سخن لازم بيقى سخن من الاول مصبوط على 180 وهنحطها على الرف اللي في النص والنار شغالة من تحت بس وهي في الفرن بتستوي نعمل الشرباط ومعانا كباية سكر وكباية ونص مية وهنا انا غيرت معيار الكباية يعني عيرت الشرباط بمجزاز اكبر من اللي انا عيرت بمقادير البسيمة عشان انا عايزة يعني الشرباط المقدار بتاعه زيادة حب بعد كده حطيت عصرة لمونة بسيطة قوي النص لمونة انا ما حطيتهاش كلها شوية منها صغيرين ونرفع الشرباط على النار هنسيبه على النار لحد ما يبتدي يغل بعد الغلايان هنسيبه من 3-4 دقايق ونحط الكيس فانيليا وكده خلص ندفع عليه نرجع للبسيمة هي عرف اللي في النص والنار من تحت بس هنلاقيه اخدت لون دهب من الحروف وده معناها ان هي استويت حلوة من تحت ندفع النار من تحت ونشغل الشواية دقيقتين 3 على نار وسط لحد ما تاخد اللون الحلو ده اول ما تاخد اللون الحلو ده خلص نطلحها من تحت الشواية ونجيب الشرباط الشرباط احنا عاملينه من شوية فهو دافي طب البسيمة قاعدة قدق في الفرن بتقعد معنا نص ساعة وممكن اقل من نص ساعة ممكن تقعد معنا 25 دقيقة تمام؟ اول ما بتطلع وهي سخنة بس ايها بالشرباط الدافي البسيمة غير البسبوسة ممكن تاخد شرباط بارد او دافي مش شرط ان الشرباط بتاعها يكون سخن مولع بنسقيها الشرباط واللهم بارد كل ما بنحط كمية شرباط بتشربه على طول زي ما انتو شفتوا كده انا حطيت مقدار الشرباط كله وركنتها لحد ما هيديت من الحرارة بتاعتها ونقطعها بقى علشان نشوف ايه البسيمة بتاعتنا اخبار ايه هل هي طرية ولا لا طبعا طرية مدام شربت الشرباط كله لازم تبقى طرية بصوا القطعة طالعة طرية وده بس زي استوية حلوة قوي ونهرسها بقى ونشوف الجمال طرية ورحتها حلوة قوي وتستبتاحها عالي علشان احنا حطين بودرة جواز الهند ودي زي ما قلتلكم تقدروا تجيبوها من عند العطار مقدار جواز الهند اللي حطناه في البسيمة كباية ومص ممكن تحطيه كبايتين او تلاتة وده مالوش دعوة بقى المقادير حطي بقى المقادير زي ما هي بس كمية جواز الهند مش هي دي اللي هتبديك التست العالي بتاع طعمه وريحة جواز الهند جربي بودرة جواز الهند من عند العطار وشوفي قد ايه هي تطلع زي بتاعت الحلواني واحلى كمان ونفتكر حلويات رمضان وان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم والسلام عليكم